اشتركوا في القناة لتحدث في اللغة الإنجليزية عن شيء معروف شيء محدد like ولد معين قطة معينة منزل معين حاجة نعرفها حاجة مخصصة في هذه الحالة نستعمل أداة تعريف وعدنا example عن ذلك أين الأولاد في هذه الحالة الأولاد المعرفين أولاد مخصصين محددين لايك زعم أولاد الجيران أولاد الحي أولاد ماشي بصفاء ما همش بصفاء عامة أما إذا كنا نتحدث عن شيء مفرد وغير معرف يعني بصفاء عامة نستعمل أدوات التنكير مثال عن ذلك cat is intelligent animal القط حيوان ذكي في هذه الحالة ما ذكرناش قط معين قط لشخص معين أو قط لونه مخصص محدد يعني في هذه الحالة رو عام كل القطة هي حيوانات ذكية cat is intelligent animal في هذه الحالة راه ناكيرا وأيضا a نستعملها مع الكلمات اللي تبدأ بcounselant like cat وn نستعملها مع الكلمات اللي تبدأ بفاول like a, i, o ولا تكونوا استفدتم من درس اليوم ما تنسوش الاشتراك بشي لحقوكم المزيد من الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر